وهذه صور عن مجريات العملية الانتخابية من العاصمة البريطانية لندن حيث انطلقت عملية تصويت الجالية الجزائرية المقيمة هناك وسط إشادة بالسير الحسن لهذه العملية الانتخابية الهامة هي إذن مجريات العملية الانتخابية من العاصمة البريطانية لندن أين انطلقت عملية تصويت الجالية الجزائرية وسط ظروف تنظيمية محكمة لإنجاح هذا الحدث الانتخابي الهام حضور الجالية الوطنية ببريطانيا بلندن كان قوياً في هذا الموعد للمشاركة في هذه العملية الانتخابية الهامة أروح انتخب مهما كان لحو الموقف تاك أروح انتخب إيه عائلك لا لا هالك عندك تلت مترشحين خير مترشح تاك وهذا هو التقدم ألا عاكوا عايشين في الانجليز وعلا بك رتسا انتخابات ناس تنتخب مش تتخيروا واحد هذه هلا التاريقات الوحيدة إن شاء الله وسليمة نحن نجينا هنا بنيون ما بش الموزن الأدوغ واجبت عنا الوطن والحمد لله انتخبنا وإن شاء الله نتمنى من الجالية انتخبوا لأن هذا الانتخاب يرمز الديمقراطية للجزائر ويرمز وش ضحاول شهداء التوعناع عليها وإحنا إن شاء الله نتمنى المسيرة جدا التوعناع يجوا يديروا الواجب بتاعهم يجوا يقوطي وكل إنسان يجي يقوطي على ورحا هذا الواجب بتاع الإنسان يقوطي ولما يجي لهنا ويحب ما يقوطي على حتى واحد ما يقوط على المهم يجي يدير المهم بتاعه الواجب بتاعه الواجب بتاعنا كما تفهمنا قمنا الجنبس ونجون فوطي ككل مواطن جزائرية تظن إن شاء الله البلد تنجحون وكل واحد يجي فوطي خطرة البلد داره ستين فوط تعلى كل ستواني على الجري نحن نختار الرجل المناسب للبلاد والبلاد رأي تسحق الرجال باش يخدموها وحنا نخيرهم بلاد ما تتخدمش واحدها داما نقولها ونقول الناس ناني نخدموها وحنا نخيرهم الناس نشوفهم الناس في هذا المكان وبلاد رأي في التغيير وعندها أعداء نوروهم بلنا نغافي مع بلادنا صافي بليزي كالاليوم هنا نتواجد في القنصلية الجزائر بريطانية جينا احنا نقوم بالواجب بتاعنا كمواطنين جزائريين ونتمنى وقع الخير بلادنا إن شاء الله الأمن والآمن إن شاء الله وتحية الجزائر 1, 2, 3, Viva Logiri